شكراً لقناة دير الزور 24 على استضافتي. أنا اسمي عمر الشغري معتقل السابق والمسؤول على ملف المعتقلين في المنظم السوري للطوارئ. دير الزور عم تأثر من الانهيار الاقتصادي ومن الجرائم والمجازل اللي عم تقبى نظام بشار الأسد وتدهور ليرة حالياً بسبب المشاكل الداخلية للحكومة السورية وغرقاً بالديون بعد حرب استنزفة الاقتصاد تسع سنوات. قانون قيصر رح يطبق قريباً بشكل تدريجي. من أهم التفاصيل المهمة لأهل دير الزور أن القانون بيصعب على النظام السوري الحصول على معدات وسلاح. بيفرض عقوبات على عناصر الأمنية على أجهزة الأمن بشكل عام والمسؤولين عن التعزيم والمسؤولين عن الاعتقال. هذا الشيء هو نصرة لأهل دير الزور لأنه هني بدأ يعيشه بأمان يعني ما بدأ النظام يقتحم بكرة بدأ الأمور تصعب عن النظام وهذا الشيء بيضمنه قانون قيصر. عم يدير القناق عن نظام كثير حتى ما يدر النظام يهاجم ويقتل الناس عم تحاول تعيش بسلام. بيدر الزور. فهذه هي نقطة مهمة جداً. أنا يعني سعيد لوجود قانون بيهتم إلو علاءة بكل المناطر الموجودة بسوريا. الأمور الثاني هي إعادة الإعمار. قانون قيصر في بند بيمنع إعادة الإعمار بسوريا قبل ما نظام السوري يمشي إلى حال سياسي يطلق صراحة المعتقلين يوقف القصر. هذا الشيء بيعني أن النظام السوري ما فيه استخدم قانون الاستثمار رقم 10. يلي بتكلم عن أن الحكومة تحط إيدها على أموال الناس اللي هاجرت. وتمنع لها شيء جديد. والحكومة يعني مثل إذا عن بيع لروسيا وإيران. فهذا الشيء مهم. فالناس اللي هاجرت تهجرت من دير الزور إن كانت داخل سوريا وقارج سوريا. أملاك راح تنحفظ وشكراً لقانون قيصر. بالقانون في بام بيحكي ممنوع التعامل مع النظام ولا بيبيع أي سلاح أو نفط للنظام السوري. وهذا الشيء مهم حتى النظام السوري ما يستخدم الطاقة وما يستخدم الأسلحة حتى يقتل الناس بسوريا بإدلب أو بدير الزور. وهذا الشيء رائع. قانون قيصر قانون مهم موجود. متعب عليه السوريين حتى أصدروه وعم متعب عليه السوريين حتى يطبقوه. وهذا قانون إن شاء الله هو أداة وأمل بنقدر نستخدمه. إذا ساعدنا بعض وتعاملنا بشكل جيد مع المجتمع الدولي بنقدر إن شاء الله نسقط النظام السوري ونبيل بلد جديد ورائع كلنا لنحقوق متساوية فيه. شكرا جزيلا على استضاعتي.